تخيل أن لديك رحلة من سيدني الأسترالية إلى مدينة فرانكفورت الألمانية هي رحلة طويلة وشاقة بطبيعة الحال قد يستغرق اتمامها نحو عشرين ساعة أو أكثر لكن بالنسبة للناشطين في مجال البيئة ليست المشكلة بالوقت ولا بالمسافات بل بما سينتج عن هذه الرحلة من انبعاثات كربونية وللحد منها لا بد من دعم تطوير طائرات تعتمد على وقود الهايدروجين كبديل صديق للبيئة حتى الآن لا تزال هذه الطائرات قيد التجريب أما موعد دخولها الخدمة فيحار فيه المتابعون تارت النقرة أنه سيكون بحلول عام عشرين خمسة وعشرين ومرة نرى خبرا يقول أن الموعد سيكون في عام عشرين خمسة وثلاثين وبين هذا وذاك تطرح أسئلة عن سبب الحماس لاعتماد وقود الهايدروجين بالذات وما الفرق بينه وبين الكيروسين المعتمد عادة لتشغيل الطائرات بدراسة الخصائص لكل المادتين نرى أن أفضلية الهايدروجين تكمن في أنه يندج ضمن الوقود النظيف وهذه التقنية لا تطلق أي غازات كربونية أو أبخرة عند حرقها سوى بخار الماء كما تؤكد الدراسات أن الهايدروجين هو العنصر الأكثر وفرة والأخف وزنا في الطبيعة ولكن مشكلة هذا العنصر تكمن في عاملين أساسيين أولهما النقل والتخزين لأن نقله يتطلب وضعه في خزانات ثقيلة سواء على شكل غاز على العالي الضغط أو على شكل سائل مبرد المشكلة الثانية في الهايدروجين والتي تمنح منافسه الكيروسين أفضلية هي كثافة الطاقة التي ينتجها لتر واحد من الكيروسين مقارنة بالهايدروجين ما يعني أن المحركات التي تعمل بالهايدروجين بحاجة إلى كمية أكبر من الوقود لقطع ذات المسافة التي تقطع باستخدام وقود الكيروسين أضف لما سبق عامل التكلفة فحتى الآن تبدو تكلفة استخدام الهايدروجين مساوية لوقود الكيروسين لكن دراسات أوروبية أكدت إمكانية التغلب على هذه الجزئية بالذات عبر تقليل التكلفة بمقدار 2% بحلول عام 2035 إذا تم فرض ضرائب على وقود الكيروسين لكن إن لم يحدث ذلك فسيكون أعلى بنسبة 8% وهذا كثير بالنسبة لشركات الطيران بكل الأحوال لا بديل بالنسبة للخبراء عن تشغيل بعض الطائرات التي تعمل بالهايدروجين بالرغم مما ذكرته من عقبات فقطاع الطيران في العالم مسؤول عن إنتاج 2.5% من انبعاثات الكربون العالمية كما تقول الأحصاءات كما أن التزام كثير من هذه الشركات بتصفير الانبعاثات بحلول عام 2050 يجعل خيار الوقود المستدام أمرا حتميا هذا الوقود الذي يقوم بشكل رئيس على اعتماد الهايدروجين وقودا للطائرات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر